من الغوطة المنكوبة مروراً بما يسمى المعابر الآمنة وأخيراً مراكز الإيواء المؤقت ظلمات ثلاث انتقل خلالها مهجر الغوطة الشرقية وذاقوا أصنافاً من العذاب لكن أقساها في تلك المراكز التي تحولت لسجون كبيرة بلا أقفاص إذ امتزج فيها العذاب الجسدي بالنفسي يقول مهجر الغوطة الذين وصلوا للشمال السوري إن هناك انقطاعاً تاماً مع العائلات التي وصلت مطرطاً لمناطق ميليشيات النظام على أمل العودة لبيوتها وجرى توزيعها في مراكز دوير وحرجلة والبطيحة وجميعها تفتقر لأدنى مقاومات الحياة فيما تواردت أنباء عن قيام ميليشيات النظام بفصل الرجال عن النساء بهدف تجنيد الشبان وزجهم في حرب النظام ولأن الوطن لم يعد يتسع للجميع أمام تزايد التغلغ الإيراني ولأن المجتمع المتجانس هو فقط ذلك المصفق والمشبح لرئيس النظام فقد منعت ميليشيات الأخير عائلات الغوطة من دخول بلدتي قدسية والهامة إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مما يسمى الحرس الجمهوري وفق ما أفادت به شبكة صوت العاصمة الموالية الشبكة ذاتها أضافت بأن ما يسمى لجنة المصالحة في حي برزة تدرس مع محافظ النظام في دمشق ملف إخراج أهالي الغوطة من الحي ولا عجب في ذلك فمن أعطى النظام ضوءا أخضرا لحرق وتهجير المدنيين من بيوتهم لن يبالي لإهانتهم في مناطق النظام ترجمة نانسي قنقر